تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسم إسحاقات اليوم عددا من الجمعيات الخيرية والأسر العفيفة والمشاريع الانتاجية في محافظة الكرك واستهلت إسحاقات الزيارة بتفقد مركز مجتمع قضاء الموجب المحلي ومشغل خياطة في جمعية تميم بن أوس في القصر كما التقت عددا من ممثلين مجتمع المحلي مؤكدة سعي الوزارة لتطوير وتنمية المشروعات الانتاجية التي تتناسب قدرات أبناء المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل لهم لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال التدريب والتأهيل زيارة لمحافظة الكرك لأكثر من سبب واحد من الأسباب أنه استجابة لتوجيهات جلال السيدنا من نزول الميدان والإطلاع على واقع الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين الإشي الثاني والرئيسي أنه نطلع على بعض المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل من خلال وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الجمعيات ومتابعة وجود هذه المشاريع على أرض الواقع هدف الثالث كان أنه تسليم عدد من المنازل للأسر التي تم بناء مساكن إلها بالمحافظة والتحقق من تقديم الخدمات من مي وكهرباء أنها تكون موجودة عند هذه الأسر وآخر إشي أنه تقديم بعض المساعدات المالية والعينية لبعض الأسر المحطة الأخيرة التي كانت إلنا هنا كانت بالبنى المحافظة بالاجتماع مع عطوفة نائب المحافظ ومجلس المحافظة والاستماع منهم لأهم الاحتياجات ولمحاولة أنه رصدها والتحقق من تنفيذها إن شاء الله خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر